موسيقى الاصحاح الاول من سفر عاموس من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تاقوع التي رآها عن اسرائيل في ايام عزي ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين فقال ان الرب يزمجر من صهيونا ويعطي صوته من اوروشليما فتنوح مراع الرعاة وييبس رأس الكرملي هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم داسج العاد بنوارج من حديد فارسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بن هدد واكسر مغلاق دمشق واقطع الساكن من بقعة اونا وماسك القضيب من بيت عدن ويثبى شعب ارام الى قير قال الرب هكذا قال الرب من اجل ذنوب غزة الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه الى ادوما فارسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها واقطع الساكن من اشدود وماسك القضيب من اشقلون وارد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب هكذا قال الرب من اجل ذنوب صورة الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم سلموا سبيا كاملا الى ادوم ولم يذكروا عهد الاخوة فارسل نارا على صور صورة فتأكل قصورها هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثة والاربعة لا ارجع لانه اتبع بالسيف اخاه وافسد مراحمه وغضبه الى الدهر يفترس وصخطه يحفظه الى الابد فارسل نارا على تيمان فتأكل قصور بصرة هكذا قال الرب من اجل ذنوب بني عمون الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم شقوا حوامل جلعادة لكي يوسع تخومهم فاضرموا نارا على صور ربتا فتأكل قصورها بحلبة في يوم القتال بنوء في يوم الزوبعة وينضي ملكهم الى السبي هو ورؤساؤه جميعا قال الرب الاصحاح الثاني من سفر عاموس هكذا قال الرب من اجل ذنوب مؤابة الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم احرقوا عظام ملك ادوم كيلسن فارسل نارا على مؤابة فتأكل قصور قريوتا ويموت مؤاب بضقيق بجلبة بصوت البوق واقطع القاضي من وسطها واقتل جميع رؤسائها معه قال الرب هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهود الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم رفضنا موسى الله ولم يحفظ فرائضه واضلتهم اكاذيبهم التي صار اباؤهم وراءها فارسلوا نارا على يهود فتأكل قصور اورشليم هكذا قال الرب من اجل ذنوب اسرائيل الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم باعوا البار بالفضة والبائس لاجل نعلين الذين يتهممون تراب الارض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين ويذهب رجل وابوه الى صبية واحدة حتى يذنس اسم قدسي ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح ويشربون خمر المغرمين في بيت الهتهم وانا قد ابت من امامهم الامورية الذي قامته مثل قامة الارز وهو قوي كالبلوط ابت ثمره من فوق واصوله من تحت وانا اصعدتكم من ارض مصر وصرت بكم في البرية اربعين سنة لترث ارض الاموري واقمت من بنيكم انبياء ومن فتيانكم نذيرين اليس هكذا يا بني اسرائيل يقول الرب لكنكم سقيتم النذيرين خمرا واوصيتم الانبياء قائلين لا تتنبأوا هانذا اضغطوا ما تحتكم كما تضغط العجلة الملانة حزما ويبيد المماص عن السريع والقوي لا يشدد قوته والبطل لا ينجي نفسه وماسك القوس لا يثبت وسريع الرجلين لا ينجو وراكب الخيل لا ينجي نفسه والقوي القلب بين الابطال يهرب عريانا في ذلك اليوم يقول الرب الاسحاح الثالث من سفر عاموس اسمع هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على كل القبيلة التي اسعدتها من ارض مصر قائلا اياكم فقد عرفت من جميع قبائل الارض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم هل يسير اثنان معا ان لم يتواعد هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسة هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدره ان لم يخطف هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك هل يرفع فخ عن الارض وهو لم يمسك شيئا ام يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبده الانبياء الاسد قد زمجر فمن لا يخاف السيد الرب قد تكلما فمن لا يتنبأ ناد على القصور في اشدود وعلى القصور في ارض مصر وقولوا اكتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها فانهم لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة يقول الرب اولئك الذين يخزنون الظلم والاختصاب في قصورهم لذلك هكذا قال السيد الرب ديق حتى في كل ناحية من الارض فينزل عنك عزك وتنهب قصورك هكذا قال الرب كما ينزع الراع من فم الاسد كراعين او قطعة اذن هكذا ينتزع بن اسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقس الفغاش اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب يقول السيد الرب اله الجنود ان يوم معاقبة اسرائيل على ذنوبه اعاقب مذابح بيت ايلا فتقطع قرون المذبح وتسقط الى الارض واضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة يقول الرب الاصحاح الرابع من سفر عاموس من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ اسمع هذا القول يا بقارات باشانا التي في جبل السامرة الظالمة المساكين الساحقة البائسين القائلة لسادتها هات لنشرب قد اقسم السيد الرب بقدسه هو ذا ايام تأتي عليكنا يأخذون كنا بخزائم وذرية كنا بشصوص السمك ومن الشقوق تخرجنا كل واحدة على وجهها وتندفعنا الى الحصن يقول الرب هلم الى بيت الى واذنب الى القلقال واكثر الذنوب واحضر كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة ايام عشوركم واوقضوا من الخمير تقدمة شكر ونادوا بنوافلا وسمعوا لانكم هكذا احببتم يا بني اسرائيل يقول السيد الرب وانا ايضا اعطيتكم نظافة الاسنان في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع اماكنكم فلم ترجع الي يقول الرب وانا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقي ثلاثة اشهر للحصاب وامطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى لم امطر امطر على ضيعة واحدة والضيعة التي لم يمطر عليها جفت فقالت مدينتان او ثلاث الى مدينة واحدة لتشرب ماءا ولم تجبع فلم ترجع الي يقول الرب ضربتكم باللفح واليرقاني كثيرا ما اكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجع الي يقول الرب ارسلت بينكم وباء على طريقة مصر قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم واصعدت نتنا محلكم حتى الى انوفكم فلم ترجع الي يقول الرب قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجع الي يقول الرب لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل فمن اجل اني اصنع بك هذا فاستعد للقاء الهك يا اسرائيل فانه هو ذا الذي صمع القبال وخلق الريح واخبر الانسان ما هو فكره الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الارض يهو اله الجنود اسمه الاصحاح الخامس من سفر عموس اسمع هذا القول الذي انا انادي به عليكم مره فاتا يا بيت اسرائيل سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم انطرحت على ارضها ليس من يقيمها لانه هكذا قال السيد الرب المدينة الخارجة بالف يبقى لها مئة والخارجة بمئة يبقى لها عشرة من بيت اسرائيل لانه هكذا قال الرب لبيت اسرائيل اطلبوا فتحيوا ولا تطلبوا بيت ايلا وإلى الجلجال لا تذهبوا وإلى بئر سبع لا تعبروا لان الجلجال تسب سبيا وبيت ايلا تصير عدما اطلبوا الرب فتحيوا لألا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق ولا يكون من يطفئها من بيت ايلا يا ايها الذين يحولون الحق افسنتينا ويلقون البر الى الارض الذي صنع الثرية والجبار ويحول ذل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهو اسمه الذي يفلح الخرب على القوهي فيأتي الخرب على الحصن انهم في الباب يبغضون المنذرة ويكرهون المتكلم بالصدق لذلك من اجل انكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها لاني علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة ايها المضايقون البار الاخذون الرشوة اصدون البائسين في الباب لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان رديء اطلبوا الخير للشر لكي تحيوا فعلى هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلتم ابغضوا الشر واحبوا الخير وثبتوا الحق في الباب لعل الرب اله الجنود يطرأف على بقية يوسف لذلك هكذا قال السيد الرب اله الجنود في جميع الاسواق نحيب وفي جميع الازقة يقولون اهي اهي ويدعون الفلاح الى النوحي وجميع عارف الرثاء للنب وفي جميع الكروم نب لاني اعبروا في وسطك قال الرب ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور كما اذا هرب انسان من امام الاسد فصادفه الدب او دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية اليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نور له بغط كرهت اعيادكم ولست التذ باعتكافاتكم اني اذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا ارتضي وذبائح السلامة من مسمناتكم لا التفت اليها ابعد عني ضجة اغانيك ونغمة ربابك لا اسمع واليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية اربعين سنة يا بيت اسرائيل بل حملتم خيمة ملوككم وتمثال اصنامكم نجم الهكم الذي صنعتم لنفوسكم فاسبيكم الى موراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه الاصحاح السادس من سفر عاموس ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة نقاباء اول الامم يأتي اليهم بيت اسرائيل اعبروا الى كلنة وانظروا واذهبوا من هناك الى حماة العظيمة ثم انزلوا الى جت الفلسطينيين اهي افضل من هذه الممالك ام تخمهم اوسع من تخمكم انتم الذين تعبدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم المتجعون على اسرة من العاج والمتمددون على فرشهم والاكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون لانفزهم الات الغناء كدوود الشاربون من كؤوس الخمر والذين يدهنون بافضل الاذهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف لذلك الان يسبون في اول المسبيين ويزول صياح المتمددين قد اقسم السيد الرب بنفسه يقول الرب اله الجنود اني اكره عظمة يعقوب وابغض قصوره فاسلم المدينة وملأها فيكون اذا بقي عشرة رجال في بيت واحد انهم يموتون واذا حمل احدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت عندك بعد يقول ليس بعد فيقول اسكت فانه لا يذكر اسم الرب لانه هو ذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا هل تركض الخيل على الصخر او يحرث عليه بالبقر حتى حولتم الحق سما وثمر البر افسنتينا انتم الفرحون بالبطل القائلون اليس بقوتنا اتخذنا لانفسنا قرونا لاني ها انذا اقيم عليكم يا بيت اسرائيل يقول الرب اله الجنود امة فيضايقونكم من مدخل حمات الى وادي العربة الاصحاح السابع من سفر عاموس هكذا اراني السيد الرب واذا هو يصنع لا يكون قال الرب هكذا اراني السيد الرب واذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار فاكلت الغمر العظيم واكلت الحقلا فقلت ايها السيد الرب كفا كيف يقوم يعقوب فانه صغير فندم الرب على هذا فهو ايضا لا يكون قال السيد الرب هكذا اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج فقال للرب ما انت راء يا عاموس فقلت زيجا فقال السيد هانذا واضع زيجا في وسط شعب اسرائيل لا اعود اصفح له بعد فتقفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل واقوم على بيت يرب عام بالسيف فارسل امصي كاهن بيت ايلا الى يرب عام ملك اسرائيل قائلا قد فتن عليك عاموس في وسط بيت اسرائيل لا تقدر الارض ان تطيق كل اقواله لانه هكذا قال عاموس يموت يرب عام بالسيف ويزب اسرائيل عن ارضه فقال امصي لعاموس ايها الراء اذهب اهرب الى ارض يهوذا وقل هناك خبزا وهناك تنبأ واما بيت ايلا فلا تعد تتنبأ فيها بعد لانها مقدس الملك وبيت الملك فاجاب عاموس وقال لامصيا لست انا نبي ولا انا ابن نبي بل انا راع وجان جميز فاخذ ني الرب من وراء الضأن وقال للرب اذهب تنبأ لشعب اسرائيل فالان اسمع قول الرب انت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق لذلك هكذا قال الرب امرأتك تزن في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف واردك تقسم بالحبل وانت تموت في ارض نجسة واسرائيل يسب سبيا عن ارضه الاصحاح الثامن من سفر عاموس هكذا اراني السيد الرب واذا سلة للقطاف فقال ماذا انت راء يا عاموس فقلت سلة للقطاف فقال للرب قد اتت النهاية على شعب اسرائيل لا اعود اصفح له بعد فتصير اغاني القصر ولا ولا في ذلك اليوم يقول السيد الرب القثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت اسمع هذا ايها المتهممون المساكين لكي تبيد بائس الارض قائلين متى ينضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة لنصغر الايفة ونكبر الشاقلة ونعوج موازين الغش لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع النفاية القمح قد اقسم الرب بفخر يعقوب اني لن انس الى الابد جميع اعمالهم اليس من اجل هذا ترتعد الارض وينوح كل ساكن فيها وتطم كلها كنهر وتفيد وتنضب كنيل مصر ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظهر واقتم الارض في يوم نور واحول اعيادكم نوحا وجميع اغانيكم مراثي واصعد على كل الاحقاء مسحا وعلى كل رأس قرعة واجعلها كمناحة الوحيد واخرها يوما مرا هو ذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب فيقولون من بحر الى بحر ومن الشمال الى مشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها في ذلك اليوم تذبلوا بالعطش العذار الجميلات والفتيان الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون حي الهك يا دان وحية طريقة بئر سبعة فيسقطون ولا يقومون بعد الاصحاح التاسع والاخير من سفر عموس من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ رأيت السيدة قائما على المذبح فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فأقتل آخرهم بالسيف لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج إن نقب إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي وإن صعد إلى السماء فمن هناك أنزلهم وإن اختبأوا في رأس الكرملي فمن هناك أفتش وأخذهم وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر الذي بنى في السماء على ليه وأسس على الأرض قبته الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض يهو اسمه ألستم ليك بني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب ألم أصعد اسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير هو ذا عين السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب لأنه هأنذا آمر فأغربل بيت اسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض بالسيف يموت كل خاطئ شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر لكي يرث بقية آدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا ها أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارث الحاصب ودائس العنب باذر الزرع وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال وأرد سبي شعب إسرائيل فيبنون مدنا خريبة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر